لو مشيتي في سكة إعادة بناء علاقتك بنفسك بعد وجع التحرش ده ربنا سبحانه وتعالى هي عينك وهتجني خيرات كتير ودي مسؤوليتك تجاه نفسك الخير الأولاني هو حماية إحساس الرضا عن الله لأن الشيطان هنا بيبقى شاطر شوي لما حد بيحصل له حاجة فيها اعتداء أو كأن بني آدم تمكن منه أذاف جسمه ولا في فلوسه ولا في مشاعره يحصل سؤال ليه يا رب ليه خليت لفلندا سلطان علي والفكرة دي الشيطان فيها قوي قوي ورب العالمين يقول ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ده حتى الرسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة ساجد جي عقب بن أبي معيه تفتح بطن جمل ميت وحط أمعاؤه في جردل كده ورمع على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فقد يحدث شيء في الدنيا من إيذاء الشراني لأهل الخير لكن ربنا موجود معانا وهو اللي هيحمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب لازم أبقى متأكد إن رب العالمين يغضب لغضبي وينتصل لضعفي فلما أفكر نفسي وأبدأ أمشي في رحلة التعافي أحافظ على قلبي ورضاه تجاه ربنا سبحانه وتعالى حاجة تانية المهمة من الخيرات اللي هتجنيها بعد رحلة التعافي هو استمرار الحياة لأن من علامات التعافي من وجع التحرش القدرة على الدخول في علاقة جواز ممكن في بنات في السن ده لأ مش عايزة أشوف راجل ولا راجل يقرب مني فبتبعد عن فكرة الجواز القدرة على إن هي تتكلم في الموضوع زي ما قلت لحضرتك من شوية مع المتخصص فتقدر تطلع الوجع الكلام دليل أصلا على التعافي فلما البني آدم يقدر يستمر في جوانب حياته لأنه كنت بقرأ إحصائية إن بعض وقائع التحرش اللي بتحصل في الشغل هي أحد أكبر أسباب تغيب بعض البنات عن الشغل لأنها كرهة المكان وكرهة الناس وكرهة صنف الرجالة لا نعايزين لقمة العيش اللي بندور عليها وعايزين نستمر في حياتنا فالقدر على الاستمرار بشيء من السوية والاتزان في الدنيا جزء من الخيرات اللي هتجنيها لو مشيتي في رحلة التعافي وأهم حاجة نعرف إن الملك دائما عنده العوض وربك خلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأي حد عنده حاجة واجعته وكأن فيه شيء كده إيه حصله يشبه المصيبة أو الألم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فقولي كده لو فيه وجع في قلبك وشوفي رب العالمين الخيرات اللي هتجنيها في الفترة القادمة هتبقى عاملة ازاي رحلة ممكن تكون مش سهلة فيها علاج لوجع لكن الله يحيي لعظامة وهي رميم وقادر على إعادة بناء علاقتك بنفسك حتى بعد وجع هذا التحرش اشتركوا في القناة